ازاكم الشباب عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. لنا فترة كبيرة ما تكلمناش عن المنح الدراسية اللي موجودة في دولة كندا. فحبيت ان انا اعمل لك الفيديو ده عن منحة جامعة للدراسة في كندا. منحة ممتازة بتقدم لك العديد من المنحة المختلفة بتمويل مختلف كل ده هنتعرف عليه خلال الفيديو بتاعنا بالاضافة لتفاصيل المنحة قليات الموجودة المستندات المطلوبة وازاي تقدر تقدم على المنحة دي. لو انت عستسفيد من الفيديو تتعبع الفيديو من البداية للنهاية. لو عندك ايه سهلة ايه استفسار انا مذكرتش في الفيديو بتاعنا. تتفضل انزل سيفه في الكومنتات انا ارد عليك. ويا ريت في ناية الفيديو. ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكراب واشراك في القناة. وتفعل الجرس وكمان ياريت اشاري الفيديو. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاني. ازاكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة للدراسة في كندا. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل مبدأ شرح طريق التعديم. خلينا نعرف ما بعض ايه هي المميزات والتفاصيل الخاصة بالمنحة. الدولة المستضيفة كندا تجيها المنحة واسم الجامعة المكرر الدراسة بها هي جامعة تريند. بالنسبة المراحل الدراسية هي تقدر تقدمها اللي هتحصل فيها على درجة علمية. هي طبعا يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم. بلا خاصة جميع طلاب العرب اللي بيتابعونا من اي دولة عربية يقدروا يقدموا على المنحة دي. مش طالب منك سن محدد واخر معدل التعديم على المنحة يكون خمستاشر فبراير عشرين اتنين وعشرين. هنا في بعض الملحوظات الهمة طبعا لو انت عايز تقدم على اي منحة دراسية بنفسك. انت بتقدر تتابع خطوات شرح التفاصيل اللي بتقدمها لقناة دكتور المنحة كالعادة. لو انت عايز تستفيد من خدماتنا. سوف التعديم على منحة دراسية تجهيز المستندات او ترجمة المستندات لها لغة. فكل اللي عليك ان انت بتاني خاص بنا. اللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود. في صندوق الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا فريطة دي ما تقنى الدكتور المنح هيبدأ تواصل معك. كمان ما تنساش تترك في جروباتنا على الفيسبوك واتساب التليجرام. لما تبعد كل ما يخص المنح والمسابقات اللي هتقدمها قناة الدكتور المنح قريبا ان شاء الله. طيب هنا كلية التخصصات المتاحة تقديم عليها. لو انت جيت معي هنا بتلاقي هنا كاتب لك جميع القليات والتخصات اللي موجودة باللغة الانجليزية على النموك الرسمي الخاص بالجامعة موجودين هنا بالزبط باللغة العربية بتقدر تطلع عليك قليات اللي انتNA هتلاقي نسيب لك هنا في النهاية الرابط الخاص بالموقع الرسمي الخاص بالجامعة لو ضغط istediه تفتح معك الصفحة الخاصة بجميع الكليات ولكن زي ما قلت لك باللغة انجليزية طيب بالنسبة المميزات المنح والتوميل وزي ما هنشوفها مع بعض من الموقع الرسمي. انا قلت لك في بداية الفيديو اني المنحة دي بتقدم لك العديد من المنح المختلفة. كل منحة تمويل مختلفة. يعني مسلا في المنحة دي بتدي لك تمويل من الفين دولار ل الفين وسبعمائة دولار. يعني اجمالي اربع سنوات هيكون من تمن تلاف دولار الى مية وتمانية الف دولار. في مسلا منح تانية بتقدم لك في السنة سبعة وعشرين الف دولار. فيما يعادل اربع سنوات مية وتمانية الف دولار. منحة من دول التمويل اللي انت شايفه بتقدر تحصل عليه طبقا للمنحة اللي هم هيدوها لك وده طبعا قرار بيرجع ليهم بنانا على بتاعك والملفات اللي انت بترفقها كل حاجة هم بيرجعوه على اساسها بيدو لك المنحة المناسبة للملف بتاعك او المؤهلات بتاعتك تمام طيب عشان في ناسة تسألني التكاليف دي تكاليف معيشة تكاليف دراسة هو بيدي لك التمويل ده كتمويل دراسي كمان تكاليف معيشة كل ده هو بيدوه لك تمام يعني انت هنا دي منحة جزئية تقدر تصرف المصاريف اللي هم هيدوها لك وطبعا هتحتاج ان انت تصرف مصاريف من جيبك انت يعني مصاريف شخصية من عندك انت تمام طيب المستنىات المطلوبة للتقديم هتمنى صورة شخصية جهاز سفر شهتتخرج بهم درجات السنوية العامة لان انت بتقدم على باكالوريوس سيرة ازاتية اختب تحفيز اختبات توصية وطبعا شهادة ايجادة لغة انجلزية لان انت هنا بتقدم على منحة جامعية في دولة كندا طبعا كندا بتكون محتاجة طفل او فانت لازم يكون معاك شهادة ايجادة لغة هنا في ملحوظة هامة جميع المستندات لازم تكون مترجمة للغة الانجلزية لو المستندات بتاعتك ما كانتش بالانجلزية او لو في مستند باللغة العربية ونفس الورقة فيها الترجمة بالانجليزي بقرار لك الكلام ده في كل الفيديو عشان الناس اللي بتسأل بتقدر ترفقها اما باي لغة غير الانجلزية فانت لازم تترجمها للغة الانجليزية هنا دي بعض المنح اللي تم شرح على قناتنا اللي بتقدر تطلع عليها هنيجي ننزل مع بعض الموقع الرسم الخاص بالمنحة بتضغط عليه تفتح لك الصفحة دي هنا طبعا بيقول لك هادي المنح الدراسية المقدمة المعايير الكبول هنا بيجي بيتكلم معاك عن كل حاجة تخص المنحة هنا احنا ذكرنا التمويل الخاص بالمنحة قلنا ان في العديد من المنح كل المنحة لها التمويل الخاص بها احادي هنا مكتوبين باللغة الانجليزية هنا بيقول لك اللي انت هتحصل عليه خلال اربع سنوات دراسة كل ده موجود هنا قدامك وبيقول لك لو انت عند اي استفسارات بتقدر تتوصل معاهم عن طريق البريد الالكتروني اللي موجود هنا قدامك تمام طيب ازاي نجيب بتاعنا ونبدأ ازاي هنيجي هنا نضغط على بتفتح معك الصفحة دي تمام هنضغط هنا على اكس بتيجي هنا دي الصفحة اللي قدامك طبعا انت عشان تبدأ تملى الخاص بالمنحة فانت بتبدأ تملى اللي هو خلي بالك ان انا كنت اعمل لك فيديو قبل كده ازاي تقدر تقدم في المنحة المقدمة من جميع الجامعات الكندية فانا مش هقول لك روح على الرابط ده واعمل كزا واعمل كزا لأ انا هيسيب لك شرح طريقة التقديم موجودة في الفيديو ده وانا بنبه عليك قبل ما تشوف شرح طريقة التقديم ان انت هتمشي نفس الخطوات ولكن انت لازم تروح تبحس عن جامعة دي اسم الجامعة وانت بتشوف شرح طريقة التقديم انت لازم تتبع الخطوات ولكن بدل ما تشوف شرحي على جامعة تانية من الجامعة الكندية انت هتختار جامعة هسيبك دلوقتي مع شرح طريقة التقديم لازم تتابعها عشان تقدم طريقة صحيحة ما تنساش تدعمنا باللايك ويلا بينا ندخل على الشرح طبعا هنا انا كنت مسجل علشان خاطر اشرح لك طريقة التهديم على المنحة دي. انت مستخدم جديد فانت هنا هتيجي طبعا انت هنا هتيجي تضغط عليها عشان تعمل بتاعك. وهنا انا زي ما قلتلك هتلاقي اسم المنحة او الجهة اللي بتشمل الجامعة دي كلها اسمها طيب هتيجي هنا هتدلع اول حاجة اللي هو اسمك هنا هتكتب اسمك انت. بعد كده هنا لو عايز تكتب اسم الولد بتكتبه. واللس او اللي هو اسمك الرابع بتدخل هنا تاريخ ميلادك. هنا بتكتب بتاعتك مرة تانية. هنا بتكتب بتاعك وده هتستخدمه. لازم تكتب مقوّل من حروف وارقام. ولو في علامات ممكن تكتب علامات. بعد كده هنا بتاعك وهنا بتكتب مرة تانية. بعد كده هنا انت بتضغط علي كرية بيجي لك طبعا ايميل عشان تعمل بتاعك على الايميل بتاعك. بعد كده بتعمل وبتيجي هنا بتعمل وبتدخل هنا تكتب بتاعك بتكتب الوصل وبعد كده بتضغط على بعد كده هنا طبعا احنا علشان بنقدم على برنامج فانت هنا بتلاقي مكتوب الباكالوريوس هو هو الدراسة الجماعية عشان في بعض الناس برضو مش فاهم يعني كلمة باكالوريوس. بعد كده هنا هو بيدي لك شوية كلام عن الشروط او بتاعتهم. لو انت عيس ترى حاجات دي كلها بطيارها. بتيجي هنا معي على الشمال هنا بتلاقي اول حاجة. دي كل المعلومات اللي مطلوبه مننا ان احنا نمي لها. هنضغط على تفتح معنا الصفحة دي. انت هنا بدخل بيانات خاصة بيك. الطايتل بتاعت بتفتح سامة بتختار اسمك اسمك الرابع اسم والدك لا عز تكتبه الجندر بتاعك. بعد كده هنا تاريخ الميلاد. بعد كده هنا بتيجي للقوز الخاص بالجنسية بتاعتك. طبعا انت بتبدأ تختار تبقى للجنسية بتاعتك والمعلومات الخاصة بك من هنا. بعد كده هنا بيقول لك هل انت في كندا حاليا لو انت مش في كندا او مش معاك اي جنسية كندية او اي حد في كندا فانت بتختار الاختيار الاخير. بعد كده هنا اللي هو الدولة بتاعت الجنسية بتاعتك اللي هي مسلا انا من مصر ام اختار مصر. انت بتشوف الدولة بتاعتك وتبدأ تختارها من هنا. بعد كده انت لما تولدتش في كندا هو هنا بيقول لك التاريخ المتوقع ان انت ممكن تدخل في كندا فانت طبعا بتشوف انت عايز تدرس امتى لو انت هتدرس في ابريل عشرين واحد وعشرين في سبتمبر عشرين واحد عشرين فانت هنا بتدخل تاريخ يعني تاريخ بيكون شوية متوقع بعد كده بتاعتك انت بتختار لو اللغة الانجليزية هي اللغة الاولى في دولتك بتختارها. لو اللغة الفرنسية اللغة الاولى في دولتك بتختارها. لو انت من دولة عربية زي اياه فانت بتختار ازر لان انت اللغة بتاعتك مش اللغة الاساسية اللي هي لا انجليزية ولا فرنسية. مسلا بالنسبة لنا اللغة العربية فبنختار ازر. بعد كده هنا بيقول لك اللغات اللي انت بتتحدثها الاخرى ممكن تختار لو انت بتتكلم اللغة التانية في دولتك. ولو انت مسلا من تونس من المغرب الجزائر اللي هم بيتكلموا اللغة الفرنسية فانت بتختار بعد كده بتضغط على بعد كده بتدخل على الجزء التاني وهو ده بيكون فيه معلومات عنك. يعني هنا معلومات عن الادرس اللي هو العنوان بتاعك. هنا بالنسبة للهم انت بتيجي بتضغط على ايد بتدخل معلومات عن المنزل بتاعك وهنا اللي هو العنوان الخاص بالمكان اللي انت عايش فيه حاليا. لو هو نفس العنوان اللي انت دخلته هنا بالنسبة لعنوان دولتك الاصلي فانت بتكتبه هو هو. لكن لو انت مسلا من دولة وعايش في دولة تاني فانت هنا بتكتب العنوان بتاعك. هنا بتدخل المعلومات الخاصة برقم تليفونك. بعد كده بيطلع لك زر انت بتعمل بعد كده بتضغط هنا على عشان تدخل المعلومات الخاصة بالدراسة بتاعتك. هتيجي هنا بتضغط على وبتبدأ بقى تدخل معلومات عنك لو انت في او خلصت بتختارها. لو انت في جامعة بالفعل بتختار هنا بتكتب تاريخ التحاجق بالجامعة والمدرسة السنوية وطاريخ التخرج بتاعك. والمكان بتاع الجامعة بتاعتك. دي كل معلومات عن الجامعة بتاعتك هو المدرسة السنوية بتاعتك. بتبدأ هنا تم لهم. بعد كده بتضغط على تدخل بعد كده على المرحلة بعد كده اللي هو البحث عن البرنامج اللي انت عايز تختاره. طيب هنا تركز معي. طبعا انت هنا زي ما قلت لك ان المنح دي بتشمل لك منح في جماعات مختلفة طيب. احنا هنا هنختار عن طريق هنشوف الجامعة اللي احنا عايزين نقدم عليها. طيب هنا فتح لك كل الجامعة اللي انا قلت لك. انا كاتبهم لك برا الجامعات المشهورة او الجامعات المعروفة والجامعات التانية هي موجودة هنا. طيب تعال لنشوف اللي هي جامعة ووتر لو او مسلا نشوف جامعة تانية لو انت عايز تشوف مسلا في جامعة تورنتو انت هنا بتدور بالابجادية مسلا تورنتو دي اللي هي حرف تي فانت هنا بتلاقي لو انت عايز تختارها هنا الجامعة اللي انت عايز تختارها هتضغط عليها مسلا ضغطنا على الجامعة دي هتلاقي بعد كده بيحولك الجزء الخاص الموجودة في الجامعة اللي هي الكليات او البرامج هتيجي هنا تنزل معي هتلاقي هنا كل البرامج الموجودة في الجامعة دي. طبعا انت هنا بيقول لك فاكلة كلية الهندسة لو انت استختار تقصص هندسي من هنا. بتلاقي كليات مختلفة انت طبعا بتروح تختار تخصص لانت عايزه. انا هنا مسلا هاجي في الجزء اللي هو خاص بالفاكل انا مهتم بمجال العلوم فانا هختار مسلا هنا على سبيل المثال انت طبعا بتختار التخصص لانت عايزه. لو انت عايز تقرأ عن التخصص ده اكتر الكلية ده اكتر انت بتضغط على اللينك ده وبدخلك على الصفحة التانية بتلاقي فيها كل معلومات والتفاصيل الخاصة باللينك ده. طيب انت مسلا اخترت البرنامج ده فانت هنا بتيجي عند البروجرام كود. انت بتاخد الكود ده قبي. بعد كده بتيجي هنا عند البروجرام كود انت هنا بتعمل بعد كده انت بتضغط على علشان خاطر يختار معاك البرنامج اللي انت اخترته. كده انت اخترت البرنامج بتاعك. طبعا انت هنا بتشوف كل المعلومات الخاصة بالمجال اللي انت اخترته وهنا بيقول لك ان المجال ده هيبدأ في صنة عشرين واحد وعشرين في الفول اللي هو في الخريف في شهر سبتمبر. بعد كده هنا انت لو معاك الكورس ده اللي هو خاص بي فانت بتختار حيص لو لا بتختار بعد كده هنا في انت وتخلق مثلا وبعد كده بتضغط علىbeat علشان يتخلق على الجزء اللي بعد كده. بمجرد ما ضغطت على هو هنا بيحفظ لك كل المعلومات اللي انت اخترتها. بعد كده بتضغط على هنا فانت بتيجي في جزء ده طبعا بيكون على حسب الجامعة اللي انت اخترتها. فمسلا هنيجي هنا ندور مع بعض على الجامعة اللي احنا اخترناها ونشوف ايه هي اللي هو هيكون طالبة مني واعمل بعد كده هنيجي للجزء الخاص بعد كده هنا بيسألك وبيقول لك هل انت قدمت على الجامعة دي من قبل لو انت قدمت عليها من قبل فانت بتختار السنة لو مقدمتش خلاص بتسيبها فاضية بعد كده بيقول لك هل انت عملت في الجامعة دي قبل كده لو عملت بتختار السنة اللي عملت فيها لو لا خلاص بتسيبها فاضية وبعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بازر انت بتشوف الحاجات دي لو متطبق عليك بتكتبها لو مش متطبق عليك خلاص بتسيبها فاضية هو هنا بيسألك وبيقول لك لو انت عايز تدخل امتحان اللي هما بيعملوه في شهر ستة. فلو انت هتدخل امتحان ده فانت هنا بتختار ياس لو لا بتختار نوع. بعد كده هو هنا بيسألك وبيقول لك لو انت درس في مدرسة كندية في الدولة بتاعتك فلو درس فانت بتختار عدد سنوات. ولو لا بتضغط على بعد كده هنا بيقول لك عدد السنوات اللي انت درس فيها اللغة الانجليزية. لو انت مسلا بتتعلم لغة انجليزية من ابتدائي مسلا في النظام المصري ست سنين يبتدائي تلاتة عدادة تلاتة سنوي واللي هي لو درست الجامعة بتاعتك بيبقى مسلا ستاشر سنة الاول غاية سنوية عامة بس بتختار اتناشر سنة فانا مسلا هنا اختار اتناشر سنة لان انا بقدم مسلا بعد السنوية العامة فانت بتختار اتناشر سنة هو هنا بيقول لك في اي دولة درست فانت هنا مسلا بتختار مصر. لو من دولة تانية بتختار الدولة بتاعتك وتختار عدد السنوات اللي انت درس فيها اللغة الانجليزية. بعد كده بتضغط على سيف وهيدخلك بعد كده على الجزء الخاص بالترانسكريبت اللي هو خاص ببيانات درجات. هو هنا طبعا بيقول لك الحاجات المطلوبة منك. انت طبعا بتشوف اسم الجامعة اللي انت اخترتها بتروح عليه وبتشوف هو طالب منك ايه طيب. لما لقيتش اسم الجامعة هو هنا بيقول لك اللي هي بالنسبة لنا احنا الطلاب المن خارج دولة كندا. هو هنا بيكون طالب منك ان انت ترفع له وببيانات درجات الخاص بالسنوية العامة بتاعتك لو انت طالب خلصت العامة وياريت يكون باللغة الانجليزية. بعد كده هنا انت تبتيجي في الجزء الخاص به ده هنا في الجوزء ده انت بتبدأ تدخله كل انشاطة اللي انت اشتركت فيها اللي انت هعقيتها لو انت كنت شغال في حاجة معينة ممكن تدخله معلومات عنها هنا عن طريق ان انت بتضغط على وتبدأ تدخل المعلومات الخاصة بالحاجة دي بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي في الجزء الاخير وهو فالجزء ده انت طبعا انا هنا مش مالي علشان انا كنت مجرد بدخل على اشرح لك الموجود فيه انت هنا في هتلاقي كل حاجة خاصة بتاعك اللي انت ماليته بعد كده انت هنا بتلاقي الزر الخاص فانت بتضغط على وكده انت تكون ماليت الخاص بالمنح المقدمة من الجامعات الموجودة في كندا مش في جامعة واحدة لا انت بتلاقي كل الجامعات اللي انت عايز تقدم عليها وبتختار هو هنا بيقول لك من ضمن التعليمات انه يفضل ان انت تقدم على منحة واحدة في جامعة واحدة ما تقدمش على اكتر من منحة في اكتر من جامعة بالنسبة لكندا وبالنسبة هنا لان انت بتلاقي نفس المعلومات المتشابه في الحالة دي بيحصل رفض هو بيدي لك فرصة واحدة انت بتقدم عليها وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم على المنح المقدمة من الجامعات الموجودة في كندا تحت المسمى غير عندك هاي استفسار وسأل ممكن تسيبه كومنت وانا هرد عليه ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل شير عشان خاطر تشير كل المعلومات والمعرفة مع الناس التانية اللي ممكن تكون محتاجة للحاجات او المعلومات دي وشكرا موسيقى موسيقى موسيقى